السلام عليكم وصد الله صباحكم ودائما وعبدا صلوا على الحبيب محمد شرحنا اليوم عن أداة سناب لايت عمل هذه الأداة وهي حل مشكلة عدم الاتصال بالإنترنت وتفادي الحرب قام مطور أداة سناب بلس تزيل هذه الأداة كيف نحمل هذه الأداة؟ طبعا لأحلل جلبرك اللي ما عنده جلبرك ما يقدر يحمل هذه الأداة راح تروح السيدية راح تنتظر لنفتح معه راح تروح مصادر راح تضيف سورس المطور هذا السورس و راح أضع لكم السورس أسفل الفيديو كيف تضيفه؟ راح تروح تحرير راح تروح إضافة و راح تضع سورس المطور و راح تضغط على إضافة مصدر بعد ما تضيف السورس راح تروح للبحث و راح تبحث عن هذه الأداة سناب بلس راح تضيف فور سناب بلس راح تقوم بالضغط على كلمة تعديل ثم تثبيت ثم تأكيد راح تتحمل معاك الأداة و راح ينطفي الجهاز و راح يرجع يشتغل نلاحظ الآن بعد إعادة تشغيل الجهاز و تثبيت الأداة التي تقوم بحل مشكلات غير ما تصل بالنت راح نفتح تطبيق السناب و لاحظه السناب عادي لا توجد ميزة الرفع من الأستوديو أو المجموعات أو تصميم فلتر خاصة فيك أو تغيير المواقع لكن لو سحبنا من الي صغر إلى اليمين راح نلاحظ زر وجود أداة السناب ستنك نفس الإعدادات سناب ستنك طبعا أمل هذه الأداة فقط حفظ حاليا حفظ الستوريهات الموجودة في أي شخص و راح يحفظها لك عندك في الستوديو و راح مع الأيام راح تنزلها تحديثات جديد حسب كلام المطور و كان هذا شرحنا لأداة السناب لايت أتمنى الشرح كان واضح و أسفة لطالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر